بعد كارثة الانهيار المالي التي هزت لبنان قبل عامين تعالت الأصوات التي نادت بضرورة معرفة الحقيقة وبعد أخذ ورد باشرت شركة عالمية التحقيق مع مصرف لبنان العام الماضي لكن الشركة سحبت مبررة قرارها بأنها لم تحصل على المعلومات المطلوبة من المصرف على أن محاولات معرفة الحقيقة لم تتوقف استؤنفت استؤنفت التحقيق اليوم بعد نحو عام من توقفه وعلى أيدي الشركة نفسها في هذا الملف نبحث فرص نجاح التحقيق في تحديد المسؤوليات ضيفتنا من بيروت الصحفية الاقتصادية محاسن مرسل أستاذ محاسن أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار قلناها بوضوح في هذه المقدمة الشركة نفسها التي قالت أنها لم تحصل على المعلومات سابقا تعود إلى لبنان لإجراء هذه التحقيقات هل بإمكانها أن تنجح الآن؟ هل الظروف باتت مختلفة؟ نعم مساء الخير عمليا بالفعل هناك قرابة عام عندما سقطت تدقيق من قبل شركة الفراز المرسل بعدما امتنع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة عن الأسئلة وجهت إلى 133 سؤال امتنع عن الإجابة عن قرابة 58 سؤال متدرعا بالسرية المصرفية أو قانون السرية المصرفية الصادر سنة 1956 هناك 12 سؤال قال حاكم مصرف لبنان بأنه لا يملك الإجابة عليهم في كانون الأول من العام الماضي علق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة عام على كل الحسابات التي لها علاقة بالسناديق وأيضا المؤسسات العامة يعني كل المؤسسات ذات الطابع التجاري والمالي والتي لها إرادات وإنفاق ولها حسابات في مصرف لبنان أيضا على الحسابات التي يطالها التدقيق الجناء هي لم تذكر صراحة المصارف التجارية ولكن بمضمون القانون هناك أيضا حسابات المصارف لدى مصرف لبنان سيما وأن مصرف لبنان امتنع عن الإجابة عن حسابات المصارف التجارية الموجودة لديه امتنع عن الإجابة عن العمليات المصرفية التي تمت ما بين العام 2015 و2020 امتنع أيضا عن كل عمليات النقد التي قام بها امتنع عن الإجابة عن القروض المشكوك بتحصيلها امتنع عن الإجابة عن السؤال الأهم وهو المتعلق بالهندسات المالية أيضا وأيضا امتنع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة على بند يعرف بالموجودات الأخرى وهو البند الذي أخفى في طياته كل العمليات التي استنزفت الأموال أو ما يعرف بالفجوة المالية بمصرف لبنان أخذ طبعا اجتهاد مالي يسمح له بهذا التصريح من قبل محامين مقربين إليه أي أن عمل مصرف لبنان في هذا الإطار سواء كان محسبيا أو سواء كان من ناحية القانونية لا يتعارض مع قانون النقد والتسليف أو قانون تنظيم عمل مصرف لبنان ما يعني بأن الشروط هي لا تزال قائمة إلى اليوم ولكن الأمر فقط اقتصر على تعليق العمل بالسرية المصرفية هو متبقن شهرين إن لم أكن مخطئة محاسن لو سمحت أن تصحح لي هذه المعلومة شهرين بنظرك بنظرك بإمكان هذه الشركة خلال الشهرين المتبقيين لربما الحصول على هذه المعلومات أو على هذه الإجابات من حاكم مصرف لبنان نعم الأمر لا يقتصر فقط على موضوع يعني بقي قرابة تقريبا ثلاث أشهر على قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية هناك أمور أبعد من ذلك بكثير هناك طبيعة العقد الذي مضت الدولة اللبنانية بعد مصار طويل من المفاوضات مع الفاريز أنمارسل أيضا الغريب في هذا الأمر هو السرية التي أحاطت طبيعة المفاوضات يعني وزارة المال امتنعت عن نشر العقد على موقع الوزارة علما أن العقد السابق وتحت مبدأ الشفافية والحق للوصول إلى المعلومات وأيضا العمل ليكون المواطن على كل اتلاعه وحتى المؤسسات المالية الدولية عرضت هذا العقد وترجمته باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية اليوم كان هناك تكتم كامل ما يعني أن هناك علامات استفهام على طبيعة هذا العقد هل فصل على ما يريده مصرف لبنان أو كل الطبقة السياسية لأن كما تعلمي التدقيق الجنائي هو تدقيق تشريحي يعني لا يقتصر فقط إلى أين خرجت هذه الأموال بل طريقة استعمال هذه الأموال هل تخفي في طياتها عمليات رشا فساد ما أيضا تتجه أيضا إلى عمليات تبييد الأموال ما يعني بأنها تقدم تصور كامل عن كيفية اختفاء أو ذوبان هذه الأموال التي تعود للمواطنين أو إضاءة صحة تعبير المودعين هذه من جهة من جهة أخرى أيضا يعني يوسف الخليل هو وزير المال واليوم وزير المال هو الوصف عن مصرف لبنان والعلاقة الأساسية تكون مع وزير المال فيما يتعلق بعمل هذه الشركة هو يطلع على طبيعة العقد هو يطلع بشكل دوري على طبيعة العقد هو ينظر إذا كانت مرحلة التطقيق كافية أم تحتاج إلى مزيد من التوسع يؤمن لها ما تحتاجه أيضا يعني في حال احتاجت إلى بعض الأمور يتوجب على الحكومة أن تقرها وهذا ما جعل الناس ربما محاسن تشكك بإمكانية أن يصل التحقيق أو التطقيق إلى نتائج ملموسة هل يمكن بتقديرك لليوم وزير المال الذي كان سابقا مدير العمليات في مصرف لبنان أي عيق هل بإمكانه أي عيق لربما عمليات التطقيق يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ولا يمكن لشخص عليه علامات استفهام بصرف النظر أنا أتكلم عن الأداء وليس عن شخصه يعني خاصة أنه مدير العمليات أشرف بشكل أساسي على موضوع الهندسات المالية أيضا الموضوع المتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية أيضا بموضوع إقراض الدولة اللبنانية يعني وأيضا أنا دائما أركز على موضوع الأمر المتعلق بالبند المتعلق بالموجودات الأخرى والتي تمكن من خلالها حاكم مصرف لبنان بإخفاء الفجوة المالية لذلك لا يمكن لأي طرف أن يكون ساهمة طيلة هذه الفترة بضياع هذه الأموال بشكل أو بآخر أو حتى التسطر يعني من الممكن أن يكون ليس له حيلة بس خلص يعني بالأخير في شبهة معينة المتدخل مثل اللي بيعمل هذا الأمر بالتالي عقبات عدة لا تقتصر فقط على شخص الوزير على الريبة على كيفية وضع يعني بالأخير العقد هو شريعة المتعاقدين الفراز المرسال عندها مصداقية ولكن هي تتصرف طبعا لطلب الحكومة اللبنانية أو ما هي البنود التي تريد الإضاءة عليها وبالتالي يعني هي بالأخير في مبلغ مالي يعني العقد تكلف مليونين وسبعمائة ألف دولار هي بالأخير بتقبضهم يعني إذا وصل الأمر إلى غايته مع أني بشك بهذا الأمر أنا ومعظم الشعب اللبناني ورغم ماذا أنا هنا في نقطة محاسن في نقطة لفتتني اليوم أنا رغم هذه العقبات وهذه التشكيكات خلينا نقول الشارع لا يزال يعني مرتاح لهذه الخطوة وكأنه ستعود هذه الخطوة إليه لربما ببعض ما خسروا في البنوك اللبنانية كيف سيبدو أو كيف ممكن أن يستفيد خلينا نقول المواطن اللبناني في حال بالفعل تمكنت هذه الشركة من القيام بعملها نعم تحديد المسؤولية يعني من هو المسؤول عن ضياع هذه الأموال وكيف أنفقت هذه الأموال وبالتالي تحديد المسؤولية يعني هناك مسؤولية جزائية هناك تلزم يعني مرتكب أو سارق هذه الأموال لأنه كما تعلم يعني الرشاوة والفساد وحتى عمليات طبيعي الأموال وتمويل هذه الطبقة يرتب مسؤولية ومن عليه مسؤولية يتوجب عليه بالدرجة الأولى رد أو إعادة هذه الأموال إلى أصحابه ولكن اليوم يعني هذه السلطة كما تعلم ليس كل مواطن لبناني هو مطلع على الملف بدقة هناك يعني وعدوا من كذا يوم أنه سير الدولار تحت العشر تلاف لأيني لمس الواحدة وعشرين ألف وكانت العالم عم بتقبر بعدها يعني سوري على اللغة اللبنانية هداك الأسبوع هداك كمان من كذا يوم بيقول وزير الاقتصاد تثبيت سعر صرف الدولار على 12 ألف هيدا الكلام معيب جدا بحق يلي بيقوله قبل ما يكون يعني هيدا الدعاية كتير غلط وهي بتضر ما بتفيد هناك هناك مجموعة من الإصلاحات لم تقر ولم توضع إلى اليوم على السك الصح لأن للأسف هذه السلطة ما حتورد حالها ما حدا فيه فجوة مالية قدرى صندوقنا تتراوح ما بين 100 مليار إلى 120 مليار دولار هيدا الفجوة هي عبارة عن أموال الناس هيدا الأموال يلي مدت السلطة وطالت بعمرة وتدخلت بالسوق لتحافظ على ثبات سعر صرف الليرة وعملت هندسات مالية وخلت المصارف تحقق يعني 5.5 مليار دولار هاي بسنة وحدة عدا عن الفوائد يعني من نتيجة إقراض الدولة اللبنانية شكرا الأمور معقدة جدا ولكن الغاية لن تصل إلى مبتغاها عنايت بها أن يصل التدقيق الجنائي إلى حقيقة من سرق هذه الأموال شكرا لك محسن مرسلة صحفية الاقتصادية على المشاركة معنا من بيروت